بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب جاء بهذا الباب حتى نحقق التوحيد الذي وجب علينا وتشوقنا إليه وتحقيقه تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي ويكون بالعلم والاعتقاد والانقياد وتحقيق التوحيد عند المؤلف رحمه الله يكون بقراءة الباب تفصيلا وإجمالا يكون بالاقتداء بنبي الله إبراهيم عليه السلام والاقتداء بسادات الأولياء أي الصحابة والبقاء على التوحيد ولو كنت وحدك والتوكل وترك الرقية والاكتواء والتطير الدليل الأول وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين في هذه الآية ثناء على سيدنا إبراهيم عليه السلام فوجب علينا محبته والاقتداء به فلنا أيضا من الثناء بقدر ما اقتدينا به وهذا لأنه حقق التوحيد بأمور ستة ذكرت في الآية أولا أمة أي إماما يقتدى به في أعماله وأفعاله وجهاده مع الاعتماد على الله ثانيا قانتا أي دائم الطاعة مستمرا فيها على كل حال فهو مطيع ثابت مديم ثالثا لله دل على الإخلاص رابعا حنيفا أي مقبلا إلى الله مدبرا عن الشرك مجانبا لكل ما يخالف الطاعة خامسا ولم يك من المشركين البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح سادسا شاكرا لأنعمه لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر فوائد أبو إبراهيم عليه السلام آزر مات على الكفر قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أبوى نوح عليه السلام كانا مؤمنين قال تعالى رب اغفر لي ولوالدي قال الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصل المغازي والملاحم والتفسير فالغالب أنها تذكر بدون إسناد فلا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئا إلا عن طريق الوحي من كلام الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني وقال والذين هم بربهم لا يشركون لا يشركون الشرك بالمعنى الأعم إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي لأن كل بني آدم خطاء وليس بمعصوم ولكن إذا عصوا فإنهم يتوبون ولا يستمرون الدليل الثالث وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين وردوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة انقض أي سقط ارتقيت أي طلبت الرقية عين أي نظرة حاسد فما حملك على ذلك فيه جواز طلب الحجة أو الدليل لكن بأدب لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا علاج ولا دواء أنفع في الحسد ولدغة ذوات السموم من الرقية الشرعية بشروطها مع ثبوت الرقية في غيرهما حمى هي لدغة كل ذات سم أما الحمة فهي ارتفاع حرارة الجسم الرهط من الثلاثة إلى التسعة لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم لما يلي أولا لقوة اعتمادهم على الله ثانيا عزة نفوسهم عن التذلل لغير الله ثالثا ما في ذلك من التعلق بغير الله رواية لا يرقون خطأ كما قال شيخ الإسلام لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي ورقاه جبريل وعائشة وكذلك الصحابة كانوا يرقون أقسام الناس في طلب الرقية أولا أن يطلب من يرقيه وهذا قد فاته الكمال أن يخرج من السبعين ألفا ثانيا أن لا يمنع من يرقيه وهذا لم يفته الكمال لأنه لم يسترقي ولم يطلب ثالثا أن يمنع من يرقيه وهذا خلاف السنة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة أن ترقيه ولا يكتوون أي لا يطلبون من أحد غيرهم أن يكويهم ولا يتطيرون التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم مكانا وزمانا وحكمه أنه شرك أصغر ما عدا هذه الثلاثة لا يمنع من دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء على بعض الأدوية كالعسل والحبة السوداء أنواع الأمة أمة الإجابة وهم الذين استجابوا لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم وأمة الدعوة وتشمل من استجاب لله والرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يستجب أي الكفار المسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد الثانية ما معنى تحقيقه وهو تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد أي الاسترقاء والاكتواء السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل حيث تركها لقوة التوكل السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل خالص الثامنة حرصهم على الخير لأنهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة ليقوموا بها التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية أي العدد والكيفية أي العمل العاشرة فضيلة أصحاب أتباع موسى الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم فيه تسلية له وبيان فضيلته وشرفه الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة فنهلك معهم وعدم الزهد في القلة فقد تكون القلة خيرا من الكثرة السادسة عشرة الرخصة في الرقية الشرعية من العين والحمة وغيرهما السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة العشرون فضيلة عكاشة بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الحادية والعشرون استعمال المعاريض إما لكونه منافقا وإما خوفا من انفتاح الباب فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهلها الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر